الفقرة دي فقرة تهم كل بيت مصري، كل أسرة مصرية، كلنا الشغل الشاغي اللي نحن نحط ميزانية مصبوطة في البيت، ميزانية فيها توفير نعرف كده الزوج والزوجة يبقى بينهم حوار إزاي يزبطوا ميزانية البيت والمصروف الشهري البند الخاص بالتعليم، الأكل والشرب، المواصلات وغيره، إزاي ده يحصل؟ إزاي فعلا كده بمنتهى البساطة في الفقرة دي؟ هنتعرف إن احنا نحط ميزانية للبيت فيها توفير في ظل طبعا يعني كلنا بنرشد الاستهلاك في ظل ظروف اقتصادية صعبة سؤال مهم جدا هنحاول نجاوب عليه ميزانية موفرة للبيت طبعا كل حاجة بتبشي كده بالبركة لكن دايما مهم جدا نعرف إزاي نزبط ميزانيتنا والزوج والزوجة يعودوا مع بعض كده ويزبطوا المسائل، نصي كلامنا فيه عشان مش كل الناس بتبقى عندها ميزانية ومش كل الناس بتبقى عندها القدرة على إدارة الميزانية فيه ناس بتشوف الأساسيات بتاعتها وبتحاول تسدها وبعدين تمشي بقى زي ما بنقول ببركة ربنا فيه ناس بتبقى عاملة أظروف بقى كده مش عارفة زرف بجد والله بتزبطش معي خالص بقى من الأظروف دي كل شيء في الآخر أه بتخلص حالا طيب هل نقدر نزبطها فعلا ولا لأ دي أسئلة حنعرف نجاوبها من خلال ضفتنا الموجودة معانا في السوديو دكتورة روضة حمزة أبو الفضل دكتورة روضة استشاري إدارة مؤسسات الأسرة والطفولة بجامعة حلوان من ورانا أهلا وسهلا يا دكتورة صباح الخير عليك أهلا وسهلا بحرك صباح الفل فيه ميزانية ولا فيش ميزانية فيه لازم 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 ده الميزانية الميزانية بتحسسك بالأمان عارف أنا رايح فين وجاي منين وورايا إيه علي إيه وهقدر أوفر قد إيه أنا لو ما كتبتش طول الوقت حس أني نتاية يعني كفاية بس إن الميزانية بتديني إحساس نفسي بالأمان أنا عارف أنا هصرف إيه وعاوز أشتري إيه وما أخرجش بره الميزانية هخرج بره الميزانية ما فيش مشكلة اللي ما يتوفرش في الإزباط هتوفر في الإزباط ده هم معاكي واحدة واحدة حضرتك استشاري إدارة مؤسسات الأسرة يعني طايتل جميل جدا بالروحة كده إزاي نعمل ميزانية كأب وأم أو كزوج وزوجة مع بعض فأول الشهر إزاي ألف به ميزانية البيت بعيدا عن استشاري إحنا كنا بنشوف أبقنا كانوا بيعملوا إيه كلهم عندهم أجندة على فكرة كانوا بيكتبوا وكان إن أنا بقى عندي أجندة فيها الاحتياجات بتاعتي والمصرفات بتاعتي قد إيه وفي نفس الوقت أنا بيدخل لي قد إيه طبعا كل ناس تقول إحنا بيدخل لي صفحة باحتياجات خمس عشر صفحات طبعا الإحتياجات دي لازم نقسمها الأولويات فيه فرق أفرق ما بين حكتين مهمين فيه فرق ما بين الرغبات والاحتياج رغبات كلنا عاوزين نشتري كل حاجة كلنا عاوزين نمتلك كل السلع أحدث تليفون كل أحدث أنواع أحدث طرز اللبس يعني الرغبات مش هتنتهي إنما الاحتياج اللي هو لازم لا تستقيم الحياة بدون مش هادر عايش من غير أكل مش هادر عايش من غير اللبس مش هادر عايش من غير أننا كني عندي سكان والسكان ده ليه متطلبات فمهمة أو أن أفرق بين الاثنين طيب هعمل بقى ميزانية أعمل إيه؟ حضرتك بيجي لك مثلا فيه ناس دخلها ثابت وفيه ناس دخلها متغير موسمي بيشتغل عمالة موسمية هو بيجي له يوم أو ممكن يوم التاني ما يشتغلش مثلا أنا بيجي في اليوم اللي أنا عندي فيه دخل خصوصا اللي هي الدخل الغير منتظم وأوم جاية السماء أبقى عارفها قدام هو أنا هيجي للدخل ده كل قد إيه يعني مثلا أنا فيه ناس دخلها كل ثلاث شهور أعمل حسابي إن الدخل ده اللي بيجي لي هقسمه على ثلاث عشان ده الدخل السابت بتاعي شهريا طب أنا دخلي سابت خلاص أنا عارف إن أنا بيجي لي آخر الشهر أربع تلاف جنيه مثلا هاجي أخد الأربع تلاف ويجي أشيل كل المصرفات السابتة اللي هي علي علي ألحق نفسي قبل مصرف الأربع تلاف اللي هي الأولويات والاحتياجات المصرف اللي هي سابتة اللي هي علي عندي إيجار سكن مثلا عندي كهرباء كهرباء فواتير مية فواتير غاز دي بشيلها في الأول على جنب طب بقى معي مبلغ أقسمه بقى على بنود الإنفاق اللي هي إيه اللي بقى اللي هو الغذاء بتاعي المصاريف الشخصية بتاعت الولاد المصاريف التعليم زي ما حدتناك ما قلت أنا هروح شغلي إزاي نقلهم وصلات ولادي هروحهم مدرسهم إزاي طيب عملت ده ولقيت الميزانية مش مظبوطة معي أبتدي بقى أنا أسأل نفسي سؤال مهم إيه البند من بنود الإنفاق اللي عندي فيه مشكلة هل بند الغذاء بند الموصلات بند السكن وأوفر فيه إزاي طب ما فيه ناس كتير بتبقى متمسكة بسكن معين هو بعيد عن شغله فبطر أن هي في بند الموصلات تشيل موصلات ليها ومدرس الولاد طب ليه مختار سكن قريب من العمل وفي نفس الوقت يكون متناسب مع داخلي فيه ناس تقول لي أنا لازم عيش في منطقة معينة وده عملي أزمة مالية طول بيتسمع مع الشهور اللي بعد كده فمهمة قوي قوي أن أنا أقعد مع نفسي قاعدة مصرحة مع أفراد أسرتي ومع نفسي قبل أفراد أسرتي أن أنا كرب أسرة أو المسؤول عن الميزانية ممكن تكون ربة الأسرة بالمناسبة أسأل نفسي سؤال مهم إيه اللي بيهدر الميزانية بتاعتي طب أنا أقدر زائق أوازم ما بين الاحتياجات والدخل بتاعي طب الدخل مش مقضي طب ليه أنا ماستفيدش من قدرات أفراد الأسرة إحنا ليه دايما عندنا مفهوم أن أنا طول الوقت بصرف على ابني طب ليه ابني ليه ما يجيبش دخل يعني ليه معلموش حرفة معينة لو حاجة بزد في البيت يصلحها نجارة سباكة هو نفسه ليه مثلا بيعرف ليه في التسوق الإلكتروني ليه بيعود على الكمبيوتر كويس وبيعرف يتعلم برمجة أيا كان كل واحد ليه قدراته ومهاراته لازم أفراد الأسرة يشاركوا أن هم مش بس يكونوا دايما منفقين لا يدخلوا دخلا للأسرة ويبقوا الشعرين بمسؤوليات الأسرة والاحتياج بتاعها طيب لما نيجي نحط ميزانية للشهر نحط الميزانية بالشهر ولا بالأسبوع ولا باليوم نيجي بقى عند الميزانية الميزانية لو قلنا احنا بالشهر خلينا احنا زي ما قلت لحضرتك فيه ناس دخلها سابت وناس دخلها متغير خلينا نقول خلينا كلنا سواء سابت أو متغير بنحط ميزانية تقديرية شهرية والشهرية بنقسمها على أربع أسبوع ليه؟ لأن نظرة مثلا لو حصل مني خلل في أسبوع لا هيسمع معي في الأسبوع اللي بعد يعني أنني جيت الأول أسبوع مثلا من الشهر صرفت المفروض أن أنا مثلا حطة ميزانية وليكن حطة ميزانية ألفين جنيه يبقى كل أسبوع 500 جنيه جيت في الأسبوع الأول صرفت 800 جنيه كده هيبقى معي كم من ألفين ألف ومائة جنيه أبتدي أن أنا أقسمهم على الثلاثة أسبوع يبقى أنا أخلي بالي أن أنا ربعو مائة جنيه طبعا على سبيل المثال يعني مش ربع 100 جنيدي هتقضي معي لازم الأسبوع لازم ببقى عندي مرونة ودي نقطة مهمة وواقعية طبعا ست البيت هي وزارة المالية في البيت هي اللي بتضبط المسألة وبتشوف الدنيا ماشية ازاي عايز اتكلم هنا عن مسؤولية المشتركة بقى يعني الام والمرأة والرجل كمان ازاي يحصل بينهم الحوار والتعاون والاتفاق على بنود الانفاق في الميزانية لانه في رغبات بتختلف وطلبات بتختلف والولاد عايزين حاجة معينة والقب ببقى عايز حاجة معينة ازاي بتحصل بقى حالة الحوار دي والمسألة بتتضبط انا عاوز اقول لحادتك ان معظم مشاكلنا اساسها مادي خنائات ده تقارير بخصة كماعية اتفضلي قد تنجني وتضبري نفسك قبل ما اقول لها اضبري نفسك افاهمها اني انا ظروفي كده وهي لازم برضو معلش ربة الاسرة عليها دور انها تتفهم ده وتتقبله بصدر رحم يعني هو رب الاسرة شغال مطحون طول اليوم فاحنا لازم يعني يبقى في جزء في جزء من رب الاسرة ورب اللح عمد عرفنا انك بتتعب بتسلم ايدك يا رب فلازم يبقى في مشاركة ولازم يعني في مواد ده وفي رحمة سواء كان من رب الاسرة ورب الاسرة والاولاد انا ما شوفش الاب مطحون معلش انا بشوف نمازد من الاسر معلش الولادة تخرجوا قاعدين في البيت طبع انت قاعد في البيت لي وقاعد الاب مطالب هو الرجل طبعا فرق الابة والام لان احنا عارفين ان احنا عندنا مرأة معيلة كتير جدا ونسبتها مرتفعة يعني الامهات هي اللي بتبقى شايلة البيت احنا منتكلم على الشخص الرئيس المنفق في البيت احنا لازم افراد الاسرة يكون عندهم شعور بالاحساس بالمسؤولية الاخر وان انا لازم اشارك لازم ان انا ما عودش طول الوقت احمل الابة او الام ايا كان المعيد للاسرة انك انت لازم توفر لي كل احتياجاتي طبعا حضرتك فين يعني ايه انا اتخرجت وقاعد في البيت يعني ايه انت طالب اصلا قاعد في البيت فكر لازم تبقى لك مصادر دخل انا كابا واما انت انا مسؤول عن رعايتك في ان انا اوفر لك الاحتياجات الاساسية اي حاجة تانية انت عاوز توفرها اشتغل فكر بس احنا عارفين ان احنا عندنا قانون خاص بعملة الاطفال واحنا عندنا الموضوع يعني محدد بالقانون وهو شيء بيجرمه القانون عملة الاطفال انا بقول لحضرتك مش اعمالة اطفال انا بقول لحديك ناس متخرجين انا بتكلم في ان احنا بعض الفئات العمرية لكن ممكن الولاد تنزل تدريب تنزل عمل تطوعي لوع لقب حاجة تنمي مهاراتهم فنقلل من فلوس الدروس مثلا لما يتنمى مهاراتهم يعني فيه طرق للموازنة بالزبط يعني انا مش الشرط ان هم ما يشتغلوا يا فندم يعني انا مثلا دروس خصوصية حضرتك عارفة ان التعلم الذاتي افضل من التعلم بالتركيه طب حضرتك الوزارة عمنا لك منصات وانت كده كده ماسك الموبايل وبتقدر تفتح العاب وبتقدر تفتح برامل ليه ما تسمعش درس وفر على افراد اصرتك يعني ده بالعكس ده التعلم الذاتي بيخليك عندك تعلم تفاولي عندك تعلم ذاتي بتقدر انك انت تاخد المعلومة وتوظفها وتعالجها انما انا طول الوقت قاعد مستني الاب والام هما اللي لابوا لي كل الاحتياجات احنا عاوزين افراد الاسرة يكونوا مشاركين مشاعرين بالمسؤولية وعندهم احساس بالمسؤولية دي مهمة جدا طب عايزة اسأل حضرتك بند التوفير يعني احنا طبعا ظروف اقتصادية صعبة ودايما ابقنا دايما بينصحونا وفر من فلوسك من مرتبك مهما كان لازم يبقى فيه ممكن يبقى فيه اي ظرف طارق صحي ليك او لأي فرد من افراد الاسرة فلازم بعد ما تزبط ميزانيتك يبقى فيه بند كده بتوفر حاجة على جنب ما بقناش ده يعني كتير من الناس مع الظروف الاقتصادية الصعبة البند ده اختفى هل ضروري احط في ميزانيتي وانا بحسب حساباتي واللي انا بانفقه والارادات بتاعتي كل شهر لازم احط بند التوفير ده بند مهم في الميزانية بالزبط يا فندم ايا كان دخلي لازم عشرين في المية من الدخل انا مجيش جدا يعني اعتبر انه مش موجود حتى لو محتاج لان حضرتك انا لو انا طول الوقت عارف ان معايا فلوس هلاقي نفسي عندي احتياج انما انا لو جيت حطيته فيه نوع من الحسابات اللي هو الحساب الادخالي حتى لو دخلي قليل بالمناسبة حتى لو هوفر خمسين جنيه مهم مكيف حاجة كل شهر مهم مهم عشان ده حتى يعمل لي توازن مع الشهر اللي بعده يعني ممكن مثلا يحصل لي زار في طريق الشهر التاني الحمد لله الدنيا تمشي تمام مش بيجي علينا وقت بنوفر في شهر وشهر تاني خصوصا المواسم انا هحتاج دخل اكتر من دخلي فلازم اكون عاملة لحساب اهم حاجة كنت قاعدة عندي ان ممنوع الاستدانة تحت اي وضع دور مع الزمن حيصدار خلاص انت كيف نفسك على المبلغ المالي اللي هو شايل منه 20% انا بقبض 3000 يبقى فيه 600 جنيه لو خمسون دول على جنب انا مليش جعوى بهم هو ده اللي انا كنت بقى عايزة اسأله اذا كان الاحتياجات الضرورية يعني في بعض الاحيان بتحصل مفاجآت يعني ايا كان بقى جهاز عطل في البيت ربنا يبعد حادث اثر على العربية لو الاسرة تمتلك عربية ظرف صحي ما وقد يكون الشخص مش متغطي تأمينيا بتمقى فيه طوال انا بقى اتعامل ازاي مع الاستدانة في هذا الموقف بسد الدين كله الاول مرة واحدة اذا كان دخلي بيساعدني واقعد انا في تقشف شديد ولا ابتدي اجدوى للدين واجدوى لطريق تسداده الاسر تتعامل ازاي مع الطوارئة؟ احنا عاوزين الاسر المصرية ترجع لفكر الاستثمار المالي بمعنى انك انت مش بتتداخل بس يعني انا مش بقول لحديك اتدخل 600 جنيه مثلا كل شهر وسبهم وقفين 700 جنيه سبتين لا دا انت حاول ان 600 جنيه دول يضروا لك دخل كل ربت اسر قادرة بقدرتها ومهارات افراد اسرتها وقدرة ان هي ازاي تزود قادرة تعرف ايه المصادر اللي تقدر تزود بها دخلها انا مثلا سكنة في بيئة سكنية كلها مدارس وانا ربت منزل وشاطرة في المخبوزات او المعجنات او بعمل كيك اعملي حضرت الكيك وبعيه وده بال600 جنيه اللي بتوفاري بيهم اعملي بيهم مشروع لازم نرجع لفكر المشروعات المتنهية الصغر احنا بصراحة انا يعني بشوف للأسف للأسف بعض الدول العربية الاطفال بيعودوا يتدولوا مالية اطفال يتدولوا مالية عندهم ثقافة المال ازاي انا اعرف بيه وهاشتري وازاي انا اوفر من مصروفي وازاي انا استثمر من اللي انا بوفره يعني انا مش طول الوقت اعدى مكتفة الايدي وفيه ازمة ما تشتكيش فكر طول ما انا بفكر طول ما انا ما عنديش ازمة مش هوصل لمرحلة زي ما حضرتك ما قلت للاستدانة أنا طول الوقت في حساب زي ما قلتك على جنب أنا منشجع وفي بدائل تانية يعني فيه أفكار تانية إزاي اشتغل أنتج خلي زوجتي تنتج من البيت لو فيه مشروع مشترك عائلي يعني حتى البيزنس أو الحاجات الكبيرة بتبدأ حاجات عائلية يعني الأفكار الكبيرة دايما بتبدأ من المشروعات الصغيرة عايز أسأل حضرتك دلوقتي مسئولية حتكلمنا عن الزوج والزوجة مسئولية الأولاد مسئوليتهم إيه بقى في المزانية دي وفي بعض الأحيان إحنا عندنا رغبات لا تنتهي واللي إحنا بنشوفه في حياتنا وفي المجتمع ابني عايز كذا بنتي عايز كذا وللأسف في بعض الأحيان بعض الأسر بتدلل أولادها زيادة عن اللزوم هنا لولاد أو أبنائي قضل المزانية دي دورهم إيه في المزانية؟ أول حاجة دوري أنا أنا كرب أسرة أو ربت أسرة لازم يكون عندي مفهوم وبوصلوا لولادي أنك إنت لا تنظر للغير يبقى عنده نوع من القناعة مش كل حاجة عاوزها لازم هنجيبها لازم نشتري تبقى للإحتياج وتبقى للإمكانية يعني أنا أنت محتاج مثلا نوع معين من الأحذية مثلا لأ طب أنت الحزاء بتاعك مش تمام طب خلاص ما فيش مشكلة نوفر من مصروفك جزء وأنا هساعدك في جزء ونجيبه كمان شهرين ثلاثة مش بقفل عليهم الباب أنا مش بقول الناس تتقشف أو أن هي ما تبقى تبقى القبض الصعب ترشيد وليس حرمي بالزبط ترشيد لازم أن أنا عوضه من صغر من صغر بالثقافة المالية روح بيعش تري سألت عن السعر طب الباقي معك كام طيب أنت ليه اشتريت ده طب ما كانش فيه بديل طب لما لقيت ده غالي ما اشتريتش ليه كميات أقل وهكذا يعني أنا طول الوقت حفظت مثلا كتبه إقلامه حفظ على المتلكات الخاصة بتاعتك لو حاجة بزد أنت هتدفعها من مصروفك لازم يبقى عنده تحمل مسئولية مالية ده دوري أنا كربة أسر إحنا شوية معلش كأسر مصرية بندلع ولادنا بزيادة والأسف الحياة مش عايزة ده الحياة محتاجة أنك أنت لازم لو مهما يحصل لك أزمة تكون صامد قدام الأزمات أكيد كل شكر لك الدكتورة روضة حمزة أبو الفضل استشاري إدارة مؤسسات الأسرة والطفولة بجامعة حلوان نورتين وشرفتين شكرا يا فضل نورتين وشرفتين يا رب ناخد بنصايحك كده ونزبط الميزانية إن شاء الله تزبط إن شاء الله نحتاجين كده يا رب كل أسرة ميزانيتها تبقى متزبطة لأنه ظروف صعبة ومهم جدا نبقى عندنا الثقافة المالية اللي قالت عليها الدكتورة وده يبقى كل واحد عارف إمكانياته إيه واحتياجاته إيه ويزبط ميزانيته ويا رب كده يفتح رزق لكل الناس لكل الناس اللي يشوفونا